شهدت الأيام الأخيرة من العام المنصرم تطورات مهمة على صعيد تنظيم القطاع المصرفي الموريتاني حيث أصدر البنك المركزي الموريتاني تعليمات جديدة تتعلق برفع رأس المال الأذنى المطلوب للمؤسسات المصرفية وكذلك حظر تقديم قروض من البنك للشركات المقربة منه التعليمات الجديدة تأتي في سياق بدء تنفيذ قانوني 2018 المتعلقين بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتنظيم مؤسسات القرض وقد سبقتهما بعض التعليمات الأخرى المتعلقة بحكمة البنوك كما أنها تأثير محاولة انتشار القطاع المصرفي الذي يمثل نسبة 88% من القطاع المالي الموريتاني من وضعية الهشاشة التي يوجد بها أحنا كي سويتنا عن القطاع المصرفي القطاع المصرفي مشكلة مشاكل من بين مشاكل ذي شيء كان بنيوي وحسب معلوماتي عندي لأنه مبارك معاه ذات مهم كان تقدم نسبي في قانوني 2018 الخاص بالبنك المركزي وهم عاقب ذلك مملي إجراءات شفتها مؤخرا مبارك معاه إياك النور عود على الأقل يخفف من ذلك الخلل البنيوي أنهم كانوا مصارف عائلية وتسير تسير عائلي وفي النهاية في النهاية هي عندها سلطة ما يمفروض ما هي يا الله تعود عائلي يا الله تعود كيف مثلا في العالم القطاع المصرفي فهم فرق كبير بين مالكين مالكين المصرف وبين الذين يسيروا تسيروا ما يجد يعود خاضع معلاز هذا لأن فهم ياسر من شيء قال لكم في لين التاري وشين قالوا لي ذلي لي كان يا الله أدو مكايس معها ذانية أدو ما لي فيه إداريين ما هم مرتبطي مستقلي شفت القانون ضارك قانون تباركين ضارك مع إصلاح يؤد فيها ذلك البنك فيها ذلك إداريين مستقلي دور من قد سعتهم المالية اللي عندينهم يدور ينزاد ورأس مالهم ودور اللي ينزاد رأس مالهم ودورهم حقا هم ملي خاليا ثم مؤشراتهم ملي احترازي ودورهم حقا هم لا تنشاف هذا أساسا هو أهم خلاصة الوضاع الحالية ثم نقاط أخرى لأن البنك المركزي من درا كانوا بها اليوم عندهم الكفاءات والضرورية نظم عدة كتابات الضرورية والقادرة على تنفيذ البرنامج من اللي طلب ياسر من كذا وياسر من جدية وياسر من اللي من الصرامة وهذه في الحقيقة ذلك شيء آخر ما هو مرتبط بالقوانين القوانين هي القوانين الإجراءات هي الماهوهين تنفيذها والماهوهين أخذ العقوبة الصارمة هذا هو اللي ما هو سهل أخذ إجراء مهما وهو أنه زيادة رأس المال لشاي بنك أخذ إجراءين الإجراء الأول كان في سنة 2020 أعتقد وهو زيادة رأس المال من 6 مليارات أوقية قديمة إلى 10 مليارات والآن في نهاية هذه السنة الماضية هناك إجراء جديد وهو أن يكون رأس المال البنك 20 مليار قديمة 2 مليار أوقية جديدة وهذا من الشأن هي أن يعطي بعض الضمانات لأصحاب الوداء لدي البنوك وأن يخفف من عدم استقرار المالي لهذه المصارف وعدم قدرتها على أن تواجه المخاطر في المستقبل ولكن هذه الإجراءات ما زالت ليس دون المطلوب لأنه النوام بشكل كامل يعاني من مشاكل هيكلية أولاً هو المشاكل التي أشرت عليها في ماضياً وهي أن هناك مجموعات تسيطر على البنوك وأن هذه البنوك تعطي قروض لهذه المساهمين في هذه البنوك المسألة الثانية هي أن مستوى الولوجي للبنك ضعيف جداً يناهز تقريباً 15% لأن الموليتانيين لا يثقون في البنك أولاً لأسباب دينية لأن هناك مشكلة الرباء وأسباب تتعلق بالثقة التي ضربت بسبب إفلاسي بعض البنوك وهو مما يضرب ثقة الزبون الموليتاني أن يودع ماله لدى هذه البنوك التي ليست بمستوى مستوى الثقة المطلوب لدى بنك هو دوره أن يكون وسيط أو أن يضمن الوداع أو أن يضمن القروض إلى آخره يتألف النظام المصرفي الموليتاني من 17 بنكاً من بينها 7 بنوك إسلامية وثلاثة بنوك لا ترأس مال أجنبي ويبلغ مجموع الأموال الذاتية لهذه البنوك 17.7 مليار أوقية جديدة في نهاية 2022 بواقع 1 مليار أوقية لكل بنك غير أن 5 من البنوك لديها موارد ذاتية أقل من هذا المبلغ حسب البنك المركزي الذي يضيف أن البنوك الخمسة لا تغطي أموالها الذاتية ما لديها من أصول ثابتة في نفس الفترة بلغت الوداع لدى القطاع المصرفي 98.6 مليار أوقية وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.4% وهي ودائع تحت الطلب بنسبة 85.5% فيما لا تمثل الوداع لأجل ودائع التوفير سوى 4.5% وقد وزعت البنوك قروضاً بقيمة 84.8 مليار مقابل 74 مليار بزيادة بنسبة 14.6% القروض التي تقدمها البنوك تتوزع إلى قروض قصيرة الأجل بنسبة 63% ومتوسطة الأجل بنسبة 25% وإحدى 10% من القروض طويلة الأجل وتعاني البنوك من القروض المتعثرة التي تبلغ نسبتها 19.1% في نهاية 2022 بزيادة بنسبة 3.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق المصرفي في السنوات الأخيرة تميزة بتعدد المصارف زيادة المصارف تقريباً كانت هناك تقريباً 5-6-7 مصارف أصبحوا في فترة معينة يناهز 20 مصرفاً الآن تقريباً قل عددهم إلى مستوى 11 مصرف لأن هناك بنوك أفلست هذا التوسع الكمي للنظام المصرفي هو مؤشر على ضعف هذا النظام وعدم قدرته على استقطاب الزبناء وتشتت الودايع بين أدد من البنوك كبير بالنسبة للسوق الموريتاني وهذا ما أدى إلى إفلاس بنكين بشكل رسمي وهناك واحد آخر عنده كثير من المشاكل يمكن أن يفلس قريباً إذن هذا ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي هدفها الأساسي هو إعادة الثقة للناس التي تدعم موالها في البنوك لأن أي بنك يسقط فهذا يكون له تداعيات على النظام وعلى الثقة في النظام كبير عدد البنوك والمصارف بالنسبة للحاجة الحقيقية 18 أو 17 تارك حالاً هي هي التي تعمل صيفها مستمرة ثانياً البنك المركزي ودوره ورقابته لعمليات المصارف الثالثاً النتيجة في النهاية بهذا الشيء يتقوم نظام اللي على نتيجته ينتظر من النظام مصرحي أي نظام مالي في العالم يطلب البنك المركزي عنده دور أساسي وهو محاربة تضخم المالي عن الأسعار تم قيمة العملة تم محتفظة بها نسبياً معناها المستوى التضخم يعود محكم فيه ثانياً تعود تمويل الاقتصاد الوطني وتمويل ملائم مع الحاجيات ومساعد ومحفز للنمو الاقتصادي وهذا يطلب أنها تسمو ساهمة القطاع كام في التوازنات الاقتصادية الكبرى ما هو متحكم فيهم متحكم فيهم الدولة والاقتصاد الوطني إلى غير غيره والوضعية الاقتصادية والبني الاقتصادي لأن يعود وهمها بعد لديه ميزان المدفوءات في حالة حسنة معنى ذلك يعود رصيد من العمل الصعبة المتوفر يسمح مريح معنى ذلك أنه يعود حدود خمسة شهر ستة شهر من حاجيات الإرادات حسب الأرقام المتوفر تعود مستوى التبخم يعود معقول حدود واحدين ثلاثة واحدين لكن القطاع المصرفي لا يزال هشا رغم التوسع الذي شهده بالسنوات وزيادة التمويلات التي يقدمها للاقتصاد والتي يعود الفضل فيها إلى النمو الطلب المحلي وخطوط التمويل الجديدة الخارجية التي استفاد منها هذا القطاع حسب البنك الدولي الذي يرى أن القطاع المصرفي لا يمكنه تطوير خدمات مصرفية وخدمات تمويلية تسمح للشركات خصوصا المتوسطة والصغيرة منها بالحصول على قروض بفوائد متدنية كي تستثمر في الإنتاج وتطوير الأعمال المؤشر الأساسي على أن هذه البنوك القروض التي توزعها هي قروض ذات آجال قصيرة يمكن أن يكون تقريبا 85% من القروض التي وزعتها هذه البنوك هي للتجارة والأمور لا مدى قصير معناها لأنها ترجع لها المال قد من سنة سنتين إذن هي ليست قادرة على تمويل الاستثمار على المدى المتوسط والمدى البعيد هذا 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 زيادة على أنها هي يسيطر عليها بعض التجار الذي هدفهم الأساسي هو تمويل تجارتهم الذاتية وليس تمويل الاقتصاد وهذه المشكلة مطروحة للحكومة الآن وقد أشار إليها بعض المنظمات الدولية وهي أن لا يوجد في موليتانيا نظام يمكن أن يمويل الاقتصاد الوسيط أي الشركات المتوسطة وهناك لا أعتقد هناك في مشاريع الحكومة المقبلة بعض الإجراءات التي ستمكن من تسهيل توزيع القروض للشركات المتوسطة عن طريق ضماني من الدولة لأن دائما البنوك يريدون ضمانات لهذه القروض وأصحاب المشاريع ليست لهم القدرة على أن يعطوها هذه الضمانات إذن هناك ذكرة لدى الحكومة أن تنشي صندوق للضمان لتمكين أن هذه المصارف من تلعب دور أكثر فاعلية في تمويل الاقتصاد وخصوصا الفاعلين المتوسطين وشركات المتوسطة هذه المؤشرات انعكست بشكل جلي في الصعوبات التي يواجهها عدد من البنوك خاصة تلك التي أنشئت خلال السنوات الأخيرة والتي أفلس إذنان منها بينما تواجه خاصة منها على الأقل مشكلات جدية حسب البنك المركزي الذي يتهمه تقرير سري لصندوق النقد الدولي نشرت مضامينه وكالة الأخبار المستقلة بالتستر على البنوك المفلسة وعدم القيام بما يلزم لتطهير القطاع المصرفي منها مشاكل متعلقة بالحكامة العامة عندها تأذير للبنك المركزي وهم وضعية البنك المركزي خاصة من هذه الكفاءات ما يتعلق بالجو العام نحن مع الأسف الذي نقال له تنظيم المدقيقين للحسابات وما لهم وما عليهم وإجراءات تنظيمية على ناقص مئة في المئتر والجلي مستوىهم ضعيف جدا من لا أنهم تجربة وهم لا يدقوا في المليارات بمؤسسات معقدة اللي ما هنفهمين قاعد بذلك ما يشبهنا منه اللي ما هو تخصصنا وهذا مع الأسف قطاع إلي ما ينظم اللي كانوا ينظم يقال ياسر من الأمور ويذلت يقال يترائي فيه كامل الرقابة تقتصنوية بالنسبة لجميع المؤسسات جميع المشاريع ولي قد يدقوها مادة تعرف وخايفة عندها الكفاءة وخايفهم اللي تعاقب بهالي في النهاية يلين تقول عن حسابات سليمة ولا تشوه ثغرة وتصبح تبرتي مؤسسة أنت هو المسؤول بك اللي ضللت المسيني أعطيت معلومات ما هي صالحة بطبيعة الحال مسير كفو يدور يفطنده ما هو قاعد يدور يفطنده حتى بالعجل ويدور يتعاون معاك ألي غير الناس ما عند الكفاءة كاملة مسؤولية مدقية لتصابتهم وما عنده للمسؤولية محبت الشي البطل ذاك جاي هذا المشكي بعدقاء عام لما نظم أي جميع الدول قدت تأتن إلى مراقبة المال العام والمال الخصوصي لا عن طريق مدقيقين الحسابات وتنظيمهم وسلمهم وكفاءات المطلوبة والتجربة المطلوبة وعندما مملي مدى تراقبهم وإلين يعدلوا خطأ مملي يخلصوا بما في ذلك السجن ذاعنياً البنك الماركزي السا مؤسسة خالقة من ١٧٣ وتسعمية وآف أنا بعد ما ذكرها زمني زمني أشتقال فيها كمتدرب كانت جيدة أقليقي للعمال كانوا يدرون ٥٠٠٠٠ هذا شوي ١٧١٩ كانوا يدرون أقليقي مهم ياثري وعندما الكفاءة وعندما مضبوط والقطاع المصرف الملي لابونه بلاء ومسيطرة بعد ذلك كامل للدولة ولا فاتم خلق الليبر عليها والانفتاح اللي تطلب تحديات أخرى ما نعرف حسب المعلومات اللي نشوف والقراءة اللي نقرف التقارير التقارير البنك الدولي وتقارير صندوق النقد الدولي وتقارير البنك المركزي إلى غريالي الكفاءات اللي محمودة الملامة القاسر من الكتتاب المهو مهو صالح مهو صالح الفترات من الزمن ماضية تراكوا مات وفي الحقيقة لن يطلبوا تدريب وحتى أنهم إذا درك خالق شنقال لانرم هي فرس هي هي الانترناشنال فايننسي ريبورت وستاندار هذا النظام ما فاتو لاحقوه وهو النظام يسمح بيتكافح الرشو ويكافح ونقضي قارن عالميا دوليا مازلنا عاجزين عنه لافتنا عدنها إذا شفت معنا الفم ياسر من النواقص مع الزمن اللي في الحقيقة أنه شانتيه كبير شفت ما هو سهل غير بعد هذه الإجراءات قلت لك الأولية شفت من تجاهها جايد ذلك الصح من ركان الإجراءات كاملا قبض إياك أنه ما يقود كارير في منتصف الثمانينات مع دخول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الخط بسبب الديون الموليتانية تبدلت السياسة الحكومة فيما يتعلق بالنوام المصري وكان من الواجب على الدولة أو المفروض من طرف هذه الصناديق النقدية والمؤسسات المالية الدولية أن تكون هناك خوصصة في نطاق الاقتصاد الليبرالي للقطاع المصرفي فظهرت بنوك تجارية خصوصية كانت هذه البنوك كلها كانت تملكها الدولة وأصبح يملكها بعض المجموعات التجارية هنا بدأ منعطف جديد في تاريخ النظام المصرفي الموليتاني وهذا المنعطف هو أن هذا النظام لم يعود يلعب الدور الأصلي وهو أن يكون وسيطا بين الفاعلين الاقتصادين وأن يمول الاقتصاد الموليتاني حسب المعايير المطلوبة ولكن دخل على الخط هناك أجندات خاصة بهذه المجموعات وهي أن كل مجموعة تريد أن يكون لها بونك الخاص لتمويل حاجاتها المالية بدرجة الأولى قبل أن تمويل الاقتصاد بدرجة نظامية لأن ما يميز التجارة الموليتانيين هو أنهم يستوردون المواد الأساسية من الخارج ولا بد لهم أن يكون هناك بنك يمكن أن يمويل هذه الدورة التجارية العالمية التي عن طريقها يستوردون السلع الأساسية ويبعونها في السوق الموليتاني إذن كانت هذه المجموعة كل لها بونك وكانت هذه البنوك تمويل هذه المجموعة وهذا يطرح مشكلة الآن ما يسمى بالقروض التي توزع على مالك البنك ونسبتهم وصلت إلى سترذ من القروض العام التي وزعت من طرف النظام المصرفي الموليتان هذه الوضعية يعزوها المتخصصون إلى عدم حوكمة هذه البنوك وضعف الرقامة المصرفية على مستوى البنك المركزي وهي وضعية جاءت نصوص 2018 لمعالجتها لكن تطبيقها على أرض الواقع لا يزال متعثرا فقد صدرت حتى الآن نصوص تطبيقية قليلة من بينها تعليمات الحوكمة الصادرة في بداية 2022 والتي تنص على إنشاء هياكل حوكمة تنطلق من الفصل بين الهياكل المداولة والهياكل الإدارية وتحدد مهام كل عضو في هذه الهياكل كما تلزم البنوك بدورة تعيين ذلك أعضاء مجالس إدارتها من المستقلين والفصل بين وظيفة مجلس الإدارة والمدير العام للبنك كما هو حاصل في مؤلم البنوك غير أن تقرى صندوق النقد الدولي السال في ذكره يرى أن إشراف على القطاع المالي في موريتانيا وهي مسؤولية البنك المركزي ما يزال يمثل منطقة ضعف مؤثرة في الحكامة ويحتمل ارتباطها بالفساد فرغم تصلاحات إلا أن تطبيقها على القطاع وعلى مؤسسة الإشراف يظل محدودا فاستقلالية البنك المركزي لا تزال محل شك وهي أحد المؤشرات الأساسية لسلامة النظام المالي وضمانة من ضمانات استقراره ثم اللي بقايته في الاستقلالية بقايته في عدو فيه أعضاء في هيئاته هيئاته التنفيذية وعنده هيئتين مهمات هم المهمات التنفيذ الثالث ما هو هيئة يقر شخص الهيئة الأولى الذي ينقال لكم سي جمعال الذي هو كيف مذهب المجلس إدارة يقرأ بشكل ثاني متحكم فيه بالنهاية المحاضر والموظف موظف دولة في النهاية ما فيه ما استقلالية على ذم وسيلة يقدوا ذم الشهود وفمار وقيش يقدوا ينبه على المصاح العام راني ما اعتبرنا موقدوا يخرصوهم بني غير بعد هاتم الاستقلالية والحرية ما هو عندهم ثانيا عندك لجنة التدقيق تدقيق لكل هذا درقام نعطي لك ذكام فرصلي يلقق يسمى التدقيق لمصداقيته لجنة مولية ما فيها مستقل فيها رجاج عندنا مستقل يقير استقلالي ما هم تنفيذ ما عنده صوت تنفيذ الاساس الذي زاد بالشكل مؤتمر من نسبة التعامل مع المنوك كما انه يساهم في تطبيق معايير الحكمة والافصاح كما تساهم في تحسين وتصريع الخدمات المقدمة للعملاء وقد فتح المبك المركزي ورشاة المهمة على هذا الصعيد اشتركوا في القناة